حكاية الشخصية عن هذا اليوم المحزن تؤلمني كلما تذكرت كيف كان يقابلني أبو محمد بضحكته النقية الصادرة من القلب في عام 1988 كنت قد أنشأت أول قناة تلفزيونية عربية في أمريكا قبل أية فضائيات عربية أخرى بزمن طويل وكان اسمها تيفي إيست في نيوجيرزي وتبث عن طريق الستلاهت وتقوم شركات الكيبل بالتقاطها وتوصيلها إلى منازل الراغبين من العرب المقيمين في المدن التي تغطيها تلك الشركات وفي ذات يوم دخل علي شخص عربي مصري أذكر أنه قال لي أنه أبو محمد ودفعه الإعجاب والتقدير لزيارته حاملا طبقا مغطى بورق الهدايا الأنيق وقال إنه قالب كيك خاص صنعه بيده تعبيرا عن إعجابه بالقناة ثم قص علي حكاية هجرته الصعبة المؤلمة من مصر إلى أمريكا قبل 25 عاما كان قد درس أصول الطبق في مصر ولكن شهادته المصرية لم تكن مقبولة في المطاعم الأمريكية فوجد نفسه حين وصل إلى أمريكا غير قادر على توفير رزق زوجته أم محمد وولده محمد وكان في الرابعة من عمره ووالدة زوجته إلا بأن يضغط على نفسه ويتعلم اللغة الإنجليزية ثم يلتحق بأحد مطاعم الطبق الأمريكية للحصول على شهادة معترب بها تؤهله للعمل في أحد مطاعم نيوجيرجي أو نيويورك وهكذا كان وبدأ العمل في مطاعم صغيرة أولا ثم كبيرة في نيوجيرجي بصفة مساعد طبق ولأنه أثبت نباهة عالية وحبا للمهنة وشطارة في اختراع طبقات أمريكية مطعمة بما يختزنه من خبرة في الأكلات العربية المصرية واللبنانية والخليجية فقد وجد نفسه مطلوبا للعمل في مطعم مركز التجارة الدولية في منهات بصفة مساعد طبق قبل أربعة عشر عاما يقول ولم تمضي سوى ثلاث سنوات حتى وجد نفسه رئيسا لجميع الطباخين في هذا المطعم الراقي الفريد الذي يقصده أثرياء أمريكا والعالم بالمئات كل يوم دعاني إلى العشاء في مطعم مركز التجارة الدولية مرات عديدة حتى أب 1990 ولكننا افترقنا حين غزى صدام الكويت ودعيته من أطراف المعارضة العراقية يومها إلى إنشاء إذاعة للمعارضة العراقية في جده ولكن حين عدت إلى نيوجيرزي في منتصف العام 1992 عاودت الاتصال بأخي أبو محمد فتجددت لقاءاتنا وكان أكثرها يتم في محل صديقنا المشترك جاري الأرمني السوري الأمريكي هراير في محله الواسع الجميل لبيع وتأجير الأفلام العربية والأمريكية قبل ظهور الفضائيات العربية وقبل اكتساح الإنترنت وفي 2001 وكنت مقيما في عمان سمعت بخبر تفجير مركز التجارة الدولية الذي يعمل فيه صديقي أبو محمد فسارعت إلى الاتصال به للإطمئنان على سلامته فلم يرد وحين سألت عنه صديقنا المشترك هراير أبلغني وهو يكاد يبكي على الهاتف بأنه راح شهيدا في حماقة حفنة من أبناء أمته العربية المجانين تاركا وراءه ولده محمد وأم محمد ووالدة زوجته بلا ناصر ولا معين اشتركوا في القناة